إيه اللي هو أصحي الحل كده؟ حاجات كتير يعني من موسماني أو كان ماشي كويس طبعاً الخلافات اللي كان عملها موسماني على طول مع اللعيبة استبعاد لعيبة كتير مش في الحسابات وده غلط طبعاً في الفرقة الكبيرة لازم تعتمد على كل اللعيبة خصواناً أنت عندك بطولات كتير بتخش فيها وفي تلاحم مواسم فلازم بيبقى أنت على طول قريباً التلاتين اللعيب اللي عندك أو سواء خمسة أو عشرين أنت تستفي بيوم كلهم هو ما كانش فيه لعيبة كتير ما كانش مقتنع بيها فهفضل للعب اللعيبة اللي هي الأساسية بمتشات كتير وضغط المتشات كل تلاتين ماتش فاللعيبة دي وجهدت فهوست طبعاً لحل بك لكده موسماني يرجع لأهلي تاني؟ لا ما أعتقدش رأيك؟ ما تعتقدش من الإدارة بس أنت رأيك يرجع وأنا ما يرجع لا لا خلاص صعب سواء ماشي بمشاكل خاصة يعني يعني ممكن فيلار يرجع فعلاً مش من غير أي مشاكل لكن أعتقد موسماني صعب يعني ناجحات موسماني ما تشفعلوش أن يرجع النادي للأهلي مرة أخرى؟ مستعبلاً مش بتفاهم بكرة يعني ممكن مع ماجل السيدارة تاني ما يرجعش من ماجل السيدارة ده أعتقد طب لو مع ماجل السيدارة تاني، أنت تحب أن الموسماني يرجع النادي للأهلي تاني؟ هو ناجح بس هو عنده طبعاً يعني عنده بعض المشاكل برضو مع اللعيبة وده غلط أنت تبقى على طول داخل كلاش مع اللعيبة على طول في مشاكل فده بقى غلط جداً هو لو غير نفسه في الحاجات دي هعتقد هيبقى مدرب كويس جداً